السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة الأسبوع وموضوع الأسبوع اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح جملة البارحة والتي كانت على الشكل التالي عندما سأنتهي من هذا العمل سأخذ أسبوع إجازة نعم كانت هذه الجملة التي أعطيتكم البارحة واشتغلتم عليها لمدة 24 ساعة ولقد توصلت بأجوبة عديدة ومشاركاتكم كانت جد جد طيبة ولقد شارك معنا كل من نعم كل الأسماء التي ذكرت شاركت معنا ومشاركاتكم كانت جد طيبة كما قلت لكم اللهم بعض الأخطاء البسيطة يعني ليس للجميع كما قلت لكم بنسبة أكثر من 90% عفوا أجوبتكم كانت جيدة اللهم هناك أخطاء في الأزمنة سوف نشرح الفرق بين لفتور سامبل لفتور انتغير ولفتور بخوش رغم أني سبق وشرحت هذا وأيضا بالنسبة لبعض الأفعال الكلمات المتشابهة والتي يعني هنا مناسبة لكي نفرق بينها ولكن كالعادة أنتم تعرفون قانون المسابقة دائما هناك فائز واحد والفائز هذه المرة وهو فقط بفارق التوقيت لكن رغم ذلك فهو احترم قانون المسابقة وهو ياسين مبروك يا ياسين ياسين هو أول شخص أعطاني جوابا صحيحا وجوابه كان على الشكل التالي نعم كان هذا هو جواب ياسين وهو صحيح مئة بالمئة ياسين رغم أنه أعطى لي أجوبة أخرى لكن هذا هو أول جواب صحيح جيد يا ياسين استعملت الأزمنة المناسبة والمصطلحات المناسبة استمر على هذه المنوال يا ياسين الآن نعود لجملتنا لكي نتكلم عنها ونصحح كل ما يمكن تصحيحه قلنا عندما سأنتهي من هذا العمل سأخذ أسبوع إجازة كما تلاحظون الجملة نحن نتكلم في المستقبل عندما سأنتهي من هذا العمل سأخذ أسبوع إجازة كما تلاحظون نحن نتكلم في المستقبل جيد في هذه الحالة لقد سبق وشرحت هذا في هذه الحالة أحسن زمن يجب استعماله هو الأكثر دقة وهو وبعده لماذا لدينا حدثين في المستقبل حدثين متتابعين في المستقبل والتاني مرتبط بوقوع الأول عندما سأنتهي من العمل يعني هذا الحدث الانتهاء من العمل هو في المستقبل لم يحدث بعد يعني سأخذ أسبوع إجازة يعني أخذ الإجازة هو أيضا يكون في المستقبل ولكنه مرتبط به لذلك في هذه الحالة سوف نستعمل لفترنتهي من المستقبل والتسرير يعني أننا هنا قمنا بتسرير قلنا عندما عندما هي سأنتهي هذه الصيغة هو هو لفترنتهي للفعل لفنير ويحمل نفس المعنى يعني الانتهاء الانتهاء كما تلاحظون هنا الشيء الأول الجملة الأولى وضعناها في هذا الشيء الأولى نفس المعنى وكثبا بالنسبة للأصدقاء الذين استعملوا لفتور سامبل وكتبوا هذه الجملة يعني لغاوين هذا صحيح إذا قلت هذه الجملة لأي شخص يعني لغاوين سوف يفهمك وهي صحيحة تبقى صحيحة ولكنها ليست دقيقة يعني في اللغة الأزمينة أزمينة اللغة يعني كل زمن خاص بمواقع خاصة لديه هنا كما قلت لكم يجب استعملوا لفتور انتريا إذا كتبنا كون جفنيري أو كون جترميني ري سترميني ري جملة تبقى صحيحة ولكنها ليست أكثر دقة من الجملة التي تستعمل فيها لفتور انتريا جيد وبالنسبة للأصدقاء الذين استعملوا لفتور بروش عفوا لفتور بروش كتبوا كون جو في ترميني يعني أسلوب راكيك أقولها ببساطة أسلوب راكيك لأن أسلوب لفتور بروش هو ظاهر اسم على مسمى فتور بروش يعني وقلت لكم دائما لفتور بروش وسيء سوف يحدث في القريب العاجل نصف ساعة ساعة نصف يوم على الأكثر جيد يعني شيء في المستقبل لكنه قريب هنا عندما تقول عندما سأنتهي من هذا العمل يعني مدة غير مضبوطة ربما هذا العمل سوف يكون يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع غير مضبوط أنت غير متأكد لأن هذا لا يمكن أن تجزيم و تستغيل لفتور بروش و هنا بالتالي يسبح استعمال لفتور بروش في هذه الحالة وسلوب راكيك جو براند غير إسمان دو كونجي قلنا براند صرفنا في لفتور جايد بالنسبة لعبارة كونجي هنا كمان استعمالا إسمان دو غبو صحيحة لغويا ولكن أعطيكم فقط بسرعة الفرق بين غبو و كونجي عندما نقول غبو نحن نتكلم عن الحالة بدانية نقول جي اون سمان دو غبو يعني أنني أنا بدانيا يجيب أن أكون مرتاح ربما لدواعي مرضية أي شيء يعني أنني سوف أكون في المنزل مرتاح لا أقوم بأي شيء جي اون سمان دو غبو غبو يجيب أن أكون مرتاح لا أقوم بشيء لكن عندما أقول أنني لدي رخصة عدم العمل وفي تلك الرخصة لدي الحق الصفر في أي شيء الذهاب عند عائلة الخروج، الذهاب للمهق، الرياضة لكن أسبوع من الراحة من عدم القيام بأي مجهود ربما لأن كما رأي في فترة نقاها أي شيء هذا هو الفرق ما بين غوبو و كونجي أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الشرح وبالنسبة للأزمنة المستعملة أيضا نعم أتمنى أن تكونوا فهمتم الفرق ما بين كونجي و غوبو بهذا الشكل نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذه الجملة الآن أصدقائي كما وعدتكم دائما الآن سوف أعطيكم موضوع بسيط سوف تكتبونه وتشتغلون عليه بقية الأسبوع نقوم بتصحيحه يوم الاثنين وهو الثقة بالنفس La confiance en soi الثقة بالنفس ماذا تعني لكم الثقة بالنفس؟ يعني موضوع بسيط كل ما يجول في خاطركم من أفكار عن هذه العبارة La confiance en soi الثقة في النفس أو بالنفس جميل هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء